قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل انهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ان يوم الثاني من ديسمبر من عام 1971 الذي شهد بزوغ فجر الاتحاد لدولة الامارات العربية المتحدة على ايد القائد المؤسس المغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان طيب الله قراه واخوانه المؤسسين رحمهم الله مثل بداية حقبة تاريخية وانطلاقة مباركة لدولة فتية بعدما توحدت الكلمة والارادة وتلاقت الافئدة والقلوب حول قيادة سعت بكل اخلاص الى ان تكون دولة الامارات العربية المتحدة في المقدمة على الدوام واضف سموه ان ذلك تحقق عبر ما تنعم به الدولة من استقرار وازدهار اقتصادي وعلاقات خارجية تمتد عبر قارات العالم وما اسسته من شراكات اقليمية ودولية ناجحة قائمة على مبادئ الاعتدال والتعاون والاحترام المتبادل وتعزيز قيم التسامح والسلام والحوار وتحقيق المصالح المشتركة